مع الوصول لفترة الباليوسين انجراف الكارات استمر على نحو كبير في الفترة دي المحيط الأطلسي كان زغير مقارنة بأيامنا الحالية لأن أفريقيا وأمريكا الجنوبية كانوا لسا منفصلين عن بعضهم على الناحية التانية الهند ما كانتش لسا اتصلت بأسيا وده خلها منعزلة عن العالم فنادلا ما تواجدت حفريات لمخلوقات هندية في الوقت ده على العكس بقى كارة أوروبا وأمريكا الشمالية كانوا متصلين ببعضهم وده سمح للمخلوقات بالتنقل خلال الكارتين لكن الكارة اللي لم تحظى بتنوع حي وكبير هي أستراليا لأنها كانت لسا متصلة بالكارة الكتبية الجنوبية وعلى رغم ان المناخ كان بيميل للإحترار في الوقت ده اللي انه كان فيه سقيع في الكتبين وده منع أستراليا من الازدهار في بداية العصر لكن في العموم التغيرات المناخية كانت موسمية في مواسم جافة وحارة ومواسم تانية بتميل للرطوبة والسقيع الخفيف لكن طبعا من أهم المزايا الملفتة على العصر الباليوسين هي الافتفاق التام للدينوصورات وده خلى حياة الفقريات تعتمد بشكل أساسي على الثاديات والجدير بالذكر أن فيه بعض من الثاديات اللي ظهرت في عصر الباليوسين لسه موجودة لحد دلوقتي لكن أشكال الثاديات في الوقت ده كانت بدائية ومختلفة عن الوقت الحالي يعني الأنواع اللي ناجت من الانقراض التبشيري بيميلوا للجربيات مثل الأبوسوم أو نوع تاني ذي الثاديات الشبيهة بالقوارد لكن بعد التعافي الكامل للكوكب من الانقراض ابتدت النباتات الزهرية والسينوبراد تزدار بشكل كبير والغابات انتشرت من جديد خصوصا في أمريكا الشمالية وده عطى فرص تطورية كتير للثاديات والطيور في الوقت ده الكوكب كان فاضي ومليان بيئات مختلفة وفي أمريكا الشمالية استمرت جبال روكي في الارتفاع وده أدى إلى انخفاض البحر الداخلي اللي بدوره هيأثر على المخرقات البحرية لكن ما كانتش دي بس المشكلة الحياة في محطات الباليوسين استغرقت ملايين السنين للتعافي الكامل من حدث الانقراض الجماعي في نهاية العصر التوشيري لكن بحلول أواخر الباليوسين تنوعت مجموعة البيرة من اللافق قريات البحرية وصحيح ان معظم الزواحد اختفت لكن التمسيح والسلاحب كانوا استثناءات لكن طبعا أهم المخرقات البحرية في الوقت ده كانت أسماك الكرش صحيح ده ما كانش الزغور الأول ليهم لكن ده كان الزغور الحقيقي لأنهم هيتنوعوا وهيوصلوا لأحجام عملاقة بمرور السنين لما نرجع للحياة برية هنجد ان أغلب الثاديات كانت عشبة وصغيرة في الحاجة لكن لازم نذكر ان الكون دي لارثرا ازدهروا في الوقت ده ودي مجموعة من الثاديات بتشمل أجداد الحيوانات زوات الحواثر هم صحيح ظهروا الأول مرة في العصر التبشيري لكن أكبر تنوع عليهم كان في عصر الباليوسين ومع مرور الوقت ظهرت أكلات اللحوم البدائية كريدونتا هم ردبة من الثاديات أكلة اللحوم انقرضوا من حوالي 9 مليون سنة لكنهم عاش الفترة لا تقل عن 50 مليون سنة وحصلوا على تنوع كبير تم وصف أكثر من 180 نوع لهم والنوع ده من الثاديات ظهر منه الكطة البدائية ذات الأسنان السيفية والضباع البدائية برضو مع مرور السنين ولو عايزين نوص في الكائنات دي هنقول إنها مفترسات جوروبية تنوعت في الأحجاب كان في الزغير اللي بيتروح بين سنتيمترات إلى متر في الطول والكبير اللي زي ميجستو ثيريوم اللي كان بحجم ضب عملاء والمفترسات ما اقتصرتش بس على الثاديات لا ده كمان الطيور الغير طائرة أخدت مكان محترم في السرسال الغذائية جاستورينيس كان من أكبر الطيور في الوقت ده ارتفاعه من الأرض كان بيصل لتنين متر وتميزت الطيور دي بشكل مشابه لطيور الرعبة القادمة مع مرور السنين وكان فيه جدل كبير حوالين طريقة استيوات جاستورينيس اعتقد العلماء إنه اهتمد على الثاديات الصغيرة في الحد لكن مع حجم أرجو الجاستورينيس الكبيرة الطائر ده يحتاج مرونة عالية علشان يستوات ثاديات سريعة زي ثاديات الباليوسين فمن المعتقد إنها كانت بتمين لنصب الكماء بيصدوا القطيع من بعيد ويحددوا فرض معين بعد كده يمشوا ببطء خلال الأشجار الكثيفة كل خطوة هتعلي نسبة النجاح لحد ما يوصلوا الأقرب نقطة ممكنة بعد كده ينقضوا على الفريسة وفي حين فشل عملية الاستيوات ممكن يستخدموا من قار القوي في أكل النباتات الكبيرة فعلشان كده جاستورينيس بيعتبر من الطيور ثنائية التغذية الخريبة بقى عزيز المشاهد إنه زي ما قلتلك الوقت ده ما كانش أفضل وقت للزواحف بس العجيب إن أكبر الثعابين على الإطلاق ظهروا في وسط عصر الباليوسين والكلام هنا عن ثعبان تايتانوبوة وعايز أوضح وليه بيصنف الأكبر ثعبان تايتانوبوة البالغ بيعدي 13 متر ومتوسط الوزن حوالي 2 وربع يعزمه مشاهد طول ثعبان الأناكندا العادي 3 متر إنت متخيل الثعبان ده عملك إزاي؟ وعلشان أي ثعبان ينمو في الحجم هيحتاج أجواء دافئة بس الغريبة أن الفترة دي بتسمى فترة حكم الثديات فإزاي ثعبان تايتانوبوة وصل للحجم ده؟ لما نرجع لتاريخ اكتشاف تايتانوبوة بنجد أنه ظهر بعد انقراض الديناصرات بخمسة مليون سنة وده وقت معقول لتعافي الأرض والجديد بالذكر إن في الوقت ده الجو ابتدى يميل الإحترار زي ما ذكرنا في بداية كلامنا فعلى عكس ما أنا كنت معتقد الفترة دي طلعت مناسبة للزواحف برضو فالعلماء بيعتقدوا إن أجواء عصر الباليوسين كانت أفضل فترة لتايتانوبوة علشان يزدهر خصوصا إن المفترسات قلت بشكل كبير وزي ما أنا كنت الحالية بتصطاد التبير وتعصره بعد كي تلتهمه تايتانوبوة كان بيعمل كده بثاديات الباليوسين ثاديات بداية حجمها صغير ما كانش عندها أي فرصة أمام ثعبان عملاء بزي ده لحد ما درجات الحرارة ابتدت تزداد بشكل كبير ويمكن ده بسبب الأحداث الجيولوجية المختلفة زي استضام قرة الهند بأسيا بقول قرة الهند لأنها في الوقت ده كانت جزيرة عملاقة أو قارة ما تدقاش أو يعزمه شاد المهم يعني الحدث ده سبب ارتفاع سريع في درجات الحرارة في جميع أنحاء الكوكب ويمكن ده سبب من أسباب الحد الحرارة الأقصى في بداية عصر الأيو سي